دائما عندما يكون هناك موقف سياسي ابحث عن رأس المال الاقتصادي هذا الموقف لم يعد يطاق عليكم أن تحددوا موقفهم مع مغربية الصحراء أم أنتم ضد مغربية الصحراء هل تريدون أن تركبوا هذا القطار المغربي الإفريقي أم تريدون أن تبقوا على قارهة الطريق السيد مصطفى في هذه الحلقة لن نريد أن نعيد ما قيل حول الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على صحرائه أنا أعطيك أحد السؤال المباشر أنت أولا عندك علاقات وطيضة بالنخابة الفرنسية وأنت تعرف جيدا كيف يصنع القرار السياسي في الأنظمة الديمقراطية كفرنسا وتعرف أيضا خيوط اللوبيات الفرنسية قبل أن يعلن الرئيس الفرنسي ماكرون الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ويشكد عندك معلومات كصحفيك أخبار تؤكد أن قريبا أن فرنسا ستخلق من الزوايا الرمضية وتعترف بمغربية الصحراء نعم كانت هناك عدة مؤشرات توحي بأن الموقف الفرنسي الرسمي سيتغير من المقاربة الرمادية يعني أخذ العصر من الوسط إلى موقف موالي ومساند للمصالح المغربية من بين هذه المؤشرات أن الأوساط لرجال أعمال ورأس المال الفرنسي بدأوا يضغطوا بطريقة كبيرة على الرئيس الفرنسي لكي يرغموه على إيجاد حل لهذه القطيعة التي لاحظوها بين الدولة الفرنسية والمملكة المغربية والتي في آخر المطاف أصبحت تهدد مصالحهم الاقتصادية خصوصاً وأن المغرب أظهر عن موقف تابت وحازم وأنه لن يغير من علاقته مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ما دامت بقيت في هذه المقاربة الرمادية وأيضاً أظهر المغرب أنه حامل ومنشط لمشارع اقتصادية هملاقة ومهيكلة السؤال الذي طرح على الفرنسيين هل تريدون أن تركبوا هذا القطار المغربي الإفريقي أم تريدون أن تبقوا على قارهة الطريق هذا السؤال طرحته الدولة العميقة الفرنسية بشقيها الاقتصادي والأمني على الرئيس إيمانيو المكر وفي آخر المطاف وصل إلى قناعة بأن مصلحة فرنسا الحيوية هي مع الاعتراب مع التقارب المغربي الفرنسيين إذن من قال أن القرار السياسي الفرنسي يتخذ في البورس فرنسيز ما شاء في الإنزي صحيح؟ نعم، القرار الفرنسي هو مجموعة من العوامل العامل الاقتصادي مهم العامل الأمني مهم العامل الاستراتيجي أيضاً مهم عندما تجتمع كل هذه العناصر خصوصاً وأن المغرب حالياً استطاع أن ينوع من شراكاته أن يقيم علاقات مميزة مع الولايات المتحدة علاقات مميزة مع إسبانيا مع الفضاء العربي والخليجي المهب يعني لم يبقى المغرب حبيثاً لعلاقة مع فرنسا كما كان عليها في الماضي إذن المغرب اكتسب هامش مناورة يسمح له بأن ينشط ويدفع بمشاريع مهمة دون أن تكون فرنسا البوابة التي لابد أن يمر عليها وهذا أعطى بطبيعة واضحة أعطى للمغرب حرية الاختيار حرية المبادرة وبقية فرنسا تنظر إما أن تبقى في هذا الموقف الرمادي الذي لا يريد أن يزعج بين قوسين الجار الجزائري ولا يريد أيضاً أن يفقد المغرب بقية هذه المقاربة الرمادية أصبحت متجاوزة من طرف المعادلة الإقليمية الجديدة وأيضاً هناك عامل مهم من ناحية الجيو السياسية هو الأمن والاستقرار ثم الأوراش القبراء المفتاحة في المغرب اليوم العالم يشهد أن المغرب في تحول عميق على المستوى البنية التحتية خصوصاً بعد أن ضمن تنظيم كأس العالم نعم نعم وهذا مهم جداً لأنه دائماً عندما يكون هناك موقف سياسي ابحث عن رأس المال الاقتصادي ابحث عن المصلحة الاقتصادية هي التي تقرر وتحدد الوجهة هذه المشاريع العملاقة التي يقوم بها المغرب سواء على مستوى البنية التحتية وحتى على مستوى العلاقة مع أفريقيا كانت من بين العوامل الأساسية في التوضيح للمقاربة الفرنسية وصراحة يجب أن لا ننسى بأن فرنسا لم تكن عدوة للمغرب هي كانت في موقف وسطي وسطي كانت تدعم فرضية الحكم الداتي وتقول المغرب أن هذا الدعم هذه الفرضية هي من إحدى الحلول ولكن عندما تتوجه في خطابها وفي علاقتها مع الجزائر تقول أن ربما هناك حلول أخرى صاحب جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطابه مؤخراً قالها صراحة ووجه رسالة إلى باريس هذا الموقف لم يعد يطاق عليكم أن تحددوا موقفهم مع مغربية الصحراء أم أنتم ضد مغربية الصحراء وبقيت يعني مرت علاقة الفرنسية المغربية في قطيعة ونفور وعملية شد حبال حتى يمكن أن نسميها بعملية كسر عظام سياسي منافزة سياسية كبيرة إلى أن اعترفت برنسا بأن مصلحتها الحيوية والقومية هي مع المغرب ترجمة نانسي قنقر